اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيميا. شغلات كمان اللي هي ممكن يكون أسباب وراثية ممكن تؤدي كلها هاي لفقدان الأسنان. نعم. عدم الاهتمام اللي هي بعملية اللي النظافة أو تفرش الأسنان احنا بنا نحكي كتير. بنا نركز على هادي الشغلات اللي هي احنا بيكون إنا إيد بأنه احنا السبب في فقداننا أسناننا. نعم. هلنا في كمان زي ما حكيت لك في كتير ناس بيتفكر أنه لا خلص الأسنان هي لا محالة. أوكي. أنه هي رح نفقدها رح نفقدها. هاي الحكي أو هاي المقولة هي مقولة خاطئة. أنا بشدد أنه لا الأسنان كل ما حفزنا عليها أكثر كل ما ضلت أكثر. نعم. طيب هناك أمراض ممكن تؤدي إلى فقدان الأسنان. زي ايش؟ السكري أو أما مرض الكيميا. هدو من أكثر الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى فقدان الأسنان. مرض السكري ليش بسببنا فقدان الأسنان مش لأنه بيؤدي إلى عملية تسوس الأسنان بدا نحكي. أكتر شيء نحن بتأثر فينا اللي هي فقدان الأسنان اللي هي اللثة. اللثة أنا بعتبرها هي التربة الخصبة اللي هي لسن نفسه. إذا فقدنا اللثة فقدنا الأسنان أنا دائما بحكي لمرضاي أنه عملية التسوس ممكن علاجها. وفيه احتمالية كتير علاجها بطرق أسهل من علاج اللثة. إذا حفزنا عن اللثة اللي هي التربة الأساسية للأسنان بنسبة 90% إحنا ممكن نحافظ على السن الطبيعي نفسه. ما منفقد أسنان يعني بشكل عام إحنا زي ما حكيت اتصال ومنرجع كمان لنكمل معنا هديل. هلو هلو مرحبا. أهلا هديل بدي أسأل بدي أخطوات. أنا عندي سن مفقود كيف أقدر أعوضه بدون ما أبرد أسناني نعم. وضح سؤال. طيب هديل نتشكرك اسمعينا على التلفزيون. شكرا إليك. تفضل. هلا حكت هديل أنه في عندها سن فاقدته بس من غير ما تضطر لعملية برد الأسنان. هلا كنا من يعرف عملية تعويض الأسنان كتير لفترة قليلة. كنا عن طريق اللي هي بدنا نحفر السن اللي قبله ونحفر السن اللي بعده حتى نعمل اللي هو الجسر أو أمام كن نعمل اللي هو الجزئية المتحركة. الجزئية المتحركة أنا ما بفضلها نهائيا من ناحية نفسية وناحية حتى علاجية على المريض مستحق. في الغالب بيصعب عليه أنه يتقبلها. تعويضها بطمعا طريق الزراعة في هاي المنطقة. بالعكس أنا بتتذكري فيه دائما نحن ندرسونه ونحن صغار اللي هو أنه كل ما منزرع شجر بتمنع انجراف التربة. الأسنان أو الزراعات اللي احنا منحطها بتمنع برضه انجراف العدم إذا بدنا نحكي. أو تمنع أن العدم أنه ينزل بطريقة كتير سيئة بحيث أنه لقدام ما منقدر نعمل عملية تعويض للأسنان. فدائما يجب عملية تعويض الأسنان إذا بدنا نحكي أو بشكل سريع بعد عملية فقدانها. ما نتستنى فترة كتير كبيرة. طيب في عنا بعض الصور بدنا نستعرضها لحتى نشرح أكتر عن أسباب فقدان الأسنان. طيب عبما نعرض الصور دكتور احكي لنا يعني كيف نستطيع وقاية أنفسنا من عدم التعرض إلى فقدان الأسنان لا سبحان الله. هل هي عملية العناية باللثة. أكثر إشي مهم عناية باللثة والعناية بالأسنان. عن طريق تفرش الأسنان بشكل دائم. متابعة الدكتور الأسنان بشكل برضو دائم. بالنسبة للحامل. احنا كتير بهمني لأن الحامل كتير عرضة بتكون زي ما بنسمع وزي ما الكل بعرف اللي هي العملية فقدان الأسنان. وكل الحامل بتكون معارضة. هلأ كل الريسنت أرتكلز بتحكي أنه الست اللي جابت أكبر عدد ممكن من أكبر عدد من الأطفال. أوكي. كانت فقدانها للأسنان بشكل أكبر. أول إش اللي هي احنا البيئة اللعابية بتختلف عند الست الحامل. بالإضافة إلى أنه مناعتها بتقل. حتى كمان نتيجة الاضطرابات الهرمونية اللي بتحدث أثناء الحمل ممكن تؤدي إلى خلخلف الوظائف الليثية. طيب في عنا هون صور خلينا نشرح شوي عنها هلأ عندي مثل هون زي ما عم نلاحظ فيه تراجع كبير في اللثة. هلأ اللثة زي ما حكينا أو العظم هي العماد اللي إحنا والترب الخاص بلي بتمسك لنا الأسنان. هون فيه تراجع كبير نتيجة بعض الممارسات الخاطئة اللي هي عملية تفرش الأسنان كانت بشكل سيء بالإضافة أنه وجود مرض السكري عند هذا المريض. زي ما بتلاحظي كل ما قلت اللثة الغشاء الداعم أو العظم اللي بيكون داعم لهذه الأسنان بقل. هون نفس الإشي. هون اللثة فيها التهاب في اللثة. زي ما انتي شايفت. كلها هون احنا منحكي أنا كثير ركزت عن موضوع اللثة والعناية باللثة. وقايتها عن طريقة نضيف الأسنان. هذا هون كان المريض ما كان مصدع أنه ممكن أن يحصل على هذه التسامة. يعني حققنا له التسامة. هل ود مع وجود خلخة اللي في الوظائف اللثية عنده لكن طبعا تعبنا مع طبعا بياخد وقت أكيد. هون فقدان واحد من الأسنان بتم تعويدها بأكتر من طريقة زي ما حكينا أهمها اللي هي عن طريق الزراعة. نعم. التسوس برضه هو أحد الأسباب اللي بتأدي لفقدان الأسنان. بتم علاجه عن طريق اللي هو ممكن عن طريق شغلة بسيطة. أوكي لشغلة كتير كبيرة. الشغلة البسيطة بتكون عن طريق العملية الحفر والحشي لشغلة كبيرة اللي هي عن طريق الزراعة. طبعا هذا قبل وبعد كتير حلو صهر. أهلا هاي طبعا صار في هون زراعة. هون عندي في فقدان. هون نفس الإشي برضو عندي فقدان في المنطقة الأمامية. من غير ما نضطر نحفر السن اللي قبله واللي بعده لأ هون عملية تعويد عن طريق الزراعة هاي زي ما احنا شايفين. فلس هي حبت انه تكمل ابتسامي. هون في عندي كتير فرق كامل. أوكي بالأسنان بالإضافة التراجع شديد في اللثة عمنا له إشي اسمه. احنا منسميه سبلنتينج برجز. السبلنتينج اللي هي الجسر التثبيتي. كيف يكون هذا الجسر التثبيتي؟ طرعا من منعرف انه مثل هذا اللي بيقولك عصايا واحدة بتقدر تكسرها. بس عشر عصي صعب انه تكسرهم. فاحنا منثبت الأسنان بحيث انه يتوزع الحمل على الأسنان كاملة بدل ما يتوزع على سن واحد. هذي بعد. حلو كتير. هون عندي عدم الاعتناء نهائيا لا في الأسنان ولا حتى في اللثة الدعمة للأسنان. زي ما نلاحظ تسوسات كبيرة بين الأسنان. برضو هذا الملك كان معرض لفقدان الأسنان بشكل كتير كبير. هل لا بعد عملية العلاجات اللي تمت له لا تمت بشكل كتير ملائم. ووقاية حتى بالناحية هذي بعد. حلو. هذي بتعملي حتى كفرج ووقاية للأسنان نفسها. هل الاسنان هؤلاء ملبسين يعني في منها قشرة وفي منها بيكون عملية تلبيس كامل للأسنانol. بالإضافة لالعلاجات اللي retrieve تحتها. هلأ في هاي الحشوات التجميلية اللي بتنحط. برضو هاي اش فيughالها فوائد يعني هل هي مفيدة أو مضرة للالاسنان. هلا الحشوات التجميلية في منها نوعان الحشوات اللي بتنحط على المنطقة الخلفية وفي الحشوات اللي اللي حط على المنطقة الأمامية. أنا صراحة من الناس اللي ما بفضل على المنطقة الأمامية لأنه هلا الحشوات التجميلية كتير احتمالية أنه تتصبغ احتمالية كتير واردة بالإضافة للعمر الافتراضي لها هو من ثلاثة إلى خمسة سنين هلا أغلبنا إحنا مدام عندي الحشوة موجودة ولازع السن مش مستعد إنه لأنه وزيارتنا إحنا صراحة مشكلة بالنسبة للمرضى فمشان هيك بقول له خلص مدامها ممشي أمورها معي أنا بظن يعني هادي بتأدي كتير أصلا حتى لأمرات في اللثة زي مملاحظ أغلب المرضى اللي بيكونوا مركبين الحشوات التجميلية في المنطقة الأمامية بشكل هي مرات من رائحة للفم بتتكسر بطريقة كتير سريعة إذا ولابد اللي هو المنطقة التجميلية في المنطقة الأمامية أنا بفضل لها عملية قشرة البورسلان أكيد هي من أفضل بالزبطية أفضل وأحسن الطرق وبتدوم أكتر 100% قداش تقريبا يعني هي فورا لايف تايم نائلها عمر الافتراضي لإلها من عمر السن الطبيعي واللون بتغير بتأثر أبدا نهائيا الحلو فيها أنه هي مصنوعة من مادة الإيماكس أو البورسلان مستحيل أنه تتصبغ هذه المتيريال بعكس اللي هي الحشوات التجميلية بالإضافة ما هي المادة التلزيل المستعملها في تلزيل قشرة البورسلان هي بايو كومباتبل أو ممكن أحطها جوه جسمي وأنا مرتاح ونلاحظ أنه اللثة بتبني حواليها من غير حتى ما يكون في عندي أي التهابات بعكس الحشوات التجميلية نعم يعني إذن البورسلان هو أفضل وتأثيره بيكون يعني بدوم أكتر من إيجابة حتى على اللثة لأنه إحنا هنا تركيزنا حاليا اللي هو على موضوع اللثة فمنلاح إيها أنهم أكتر بتكون بايو كومباتبل زي ما حكيت بحطها وأنا مرتاح ما بتأدي الالتهابات في اللثة طيب دكتور رح موضوع تنظيف الأسنان يعني في بعض الناس ما بيفرش أسنانهم لكن في بعض الناس في عندهم زي ما بيقولوا وسوسة من موضوع تنظيف الأسنان يعني بنضف أسنانهم أكتر من ثلاث مرات فهذا تأثيره جيد أم تأثيره غير جيد يعني فيه ناس بنضف أسنانهم أربع وخمس مرات باليوم هلأ شوفي أنا صراحة أنا بجوز حكيت خلال مسيرة المهنية لمريضين أو ثلاثة قلت له أنت بتفرشي زيادة أغلب الناس لا زي ما حكيتي أنت بنحكي لهم أنه لازم تفرشي لكن برضو الإشي الزيادة مضر يعني أنا شوفت فيه كتير ناس مش أنت بتحكي أربع أو خمس مرات أنا شوفت فيه ناس أنه بجوز بالساعة بفرشي لهم مرتين ثلاثة هلأ الهابتس كتير بتهمني هون عملية طريقة تفرشي الأسنان كتير بتهمنا لو في بعض الناس بتفرشي بطريقة كتير أغرسيف أو بطريقة احنا بنحكيها بشد كتير على فرشاية الأسنان هذه بتأدي لفقدان اللثة أو انحسارها بالإضافة أنه ممكن يزيح طبقة من الأسنان توقيت اللي هي تفرشي الأسنان كتير مهم بعد عصير الليمون أو بعد عصير البردعون يفضل يفضل لأنه ننتظر ساعة تقريبا وبعدها نفرشي أسناننا لأنه عملية الحموضة اللي بتكون موجودة فيهم بتأدي أصلا لإضعاف السن إضعاف مين السن عبل ما تاخد اللي هي عملية معادلة هاي الحموضة بتحتاج لفترة تقريبا من نص ساعة لساعة بعدها بنقدر نفرشي أسناننا إحنا بشكل طبيعي زي ما حكيتي تفرشي الأسنان الزيادة برضو كمان سيء مدام ما في داعي لإله ما في داعي إنه إحنا نفرشي أسناننا بشكل الزيادة يعني هم الشكل الطبيعي أو يعني العادة اللي إحنا لازم نفرشي فيها أسناننا يوميا ثلاث مرات يعني أنا بحكي له من مرتين لثلاثة لفي ناس بفي اعتقاد خاطئ بحكي لك إنه كل ما فرشيت أسناني إنه بيض أسناني البيض واحد ما إله دخل ما رح يتأثر لون نهائيا من ناحية الأسنان إلها طرقها الخاصة لكن تفرش الأسنان هي زي ما حكنا هي عملية ميكانيكية بتزيح اللي هي الطبقة اللي بتكون ملتصقة على سطح السن الخارجي نعم طيب هناك كمان اتصال وكمان سؤال منقولها له مرحبا صباح الخير كيفك مونة؟ الحمد لله تمام كيف حالك دكتور؟ أهلين يا هلا معاكم مونة حميمية شو أخبارك؟ أهلا وسهلا أنا حار بأذكرك أني شفت موقعك على الفيسبوك فكتير فيه أشياء أخيلي وانا بتفيدني هلأ أنا منصف الأسناني عندي مشكلة إنه لما أفرشي الأسناني عادي كاتير من الدم وبعدين عندي زي هيك أحس في وجع يعني �هلا أنا مثلا بحاجة معاج. أحيث في وج Kraj إنه 酷 действительно يكون شي حامد بعدين بحس في سن بيصير يأني في هيك فى يعني بتحس إنه فيه ألم بالاسنان بس أكتر شي عندما أفرش الإسنان عندي بيكون فيه دم وحسيثته مضعاف فأنا لازم يعني على شفت الملامج اللي عندك أشوفك على رؤية فأنا بشكل قناة رؤية أنا تستضيف أطباء كتير ماهرين يعني بهيك أشياء شكرا فأنا أكيد رح أكون عندك زيارة يعني إنك ضغط الإسناني إن شاء الله طيب مونة عمد أقول لك سلامتك واسمعينا من التلفزيون شكرا إليك تفضل دكتور هلأ مونة هون وصفتنا بالضبط أمراض اللثة أو وصفتنا التهاب اللثة بكل معاييره عملية تفرش الأسنان وإحنا نفرش الأسناننا هي فوق اللي هو نزول الدم أثناء هذه العملية هذه أحد أسباب اللثة بالإضافة للشعور في الألم اللي عم تحكي عليه بتحس كأنه هي بدها تشد على أسنانها حتى تريحها من الألم بتحس إنه بدها تمسك نكاشة أسنان أغلب المرضى بحكي لك وبيدي أحطهم بين كل أسنان حتى نفس الالتهاب أنا دائما بشبه لمرضاي بحكي لهم كيف أنينة المي إذا بتحطها بالفريزر وهي مسكرة بتلاقي بتفعه وهذا مبدأ اللي هو تراكم الجير أو تراكم البلاك على الأسنان البلاك أو الجير هو عبارة عن مجموعة من البكتيريا اللي بتكون تستخدم اللي هو إحنا بدنا نحكي اللي هو السكريات هذه لعملية التخمر اللاهوائي فبتأدي لأضعاف اللثة وأضعاف الأسنان اللي هي عملية التسوس نفسها هلأ هذه كلها المشكلة الأساسية اللي إحنا بنحكي عليها هون اللي هي بتسبب تراجع في الثلاش لأنه بتسكر على الأخشية المحيطة حوالين الأسنان بالإضافة أنه بتكون عملية النزف بشكل دائم ممكن تأدي للرائحة المزعجة هاي كلها زي ما حكينا أحد الأسباب اللي إحنا لازم نتخلص منها عن طريق مراجعة الدكتور الأسنان في أكتر من طريقة لتنظيف الأسنان هلأ حاليا فيه كتير حتى تكنولوجيا جديدة بالنسبة لتنظيف الأسنان طلعا بنحكي زي ما حكيت لك تنظيف الأسنان هي عملية ميكانيكية حاليا هلأ في بعض الحالات ممكن نستعمل اللي هو جهاز الليزر بعملية تعقيم للأسنان طلعا بنحكي تنظيف هلأ حاليا لا في استراليزيشن أو تعقيم للأسنان من هذه البكتيريا بالدوم أكتر بالإضافة حتى عملية الحساسية للأسنان هذه كلها بتزيه عن طريق عملية الليزر نعم يعني إحنا بنقول لهم هنا أنه يفضل أنه هي تستشير الطبيب بهذا الموضع مراجعة دكتور الأسنان 100% بس زي ما حكيت لها هي مريضة بمرض اللثة لأنه الوصف اللي وصفته بالفعل أغلب المرضى بقدروا يوصفوه يحددوه بالزبط اللي هو مرض اللثة نعم طيب دكتور إحنا بنحكي عن فقدان الأسنان بشكل عام ممكن مثلا طفل يفقد أسنان ممكن شاب يعني بكل الأعمار ممكن الواحد يتعرض لفقدان الأسنان أو لكسر السن ووقوع السن يعني زي ما حكيت شو هي الأسباب الممكن تأدي لفقدان الأسنان هل كل سن بيوقع لازم نركب محله سن ثاني؟ طبعا يفضل أول شيء إذا ما بدنا نحكي من ناحية تجميلية بدنا نحكي حتى من ناحية وظيفية أنا زي ما حكيت إذا تمت عملية الفقدان للأسنان يفضل بأسرع وقت ممكن بأسرع وقت ممكن بالزبط ممكن كل عمر له طريقته بالعادة إذا كان الطفل لسه في مرحلة الأسنان اللبنية إذا فقد الأسنان ممكن ننتظر شوي لكن برضو أخذ صور الأشعة المناسبة له ممكن أن السن اللي فقده بشكل مبكر زيادة من الأسنان اللبنية نضطر نحط له حافظ مسافة حتى ما يصير في عندي عملية لخبطة في تقويم الأسنان لعمر متقدم أما إذا تم فقدانه وهو صغير لبعض الأسنان الدائمة يفضل هون برضو في أكتر من طريقة للعادة ممكن عن طريق الزراع المبكر ممكن عن طريق لأ مراجعة دكتور التقويم حتى يفتحنا هذا أو يفتحنا هذا الفراغ أو كيف ممكن عملية اللي هو إحنا التعويض هذا الفراغ في أكتر من طريقة زي ما حكيت لك تعتمد على الحالة نفسها لكن بشكل عام أو القاعدة بشكل عام اللي هو عملية فقدان الأسنان يجب أن يتم تعويضها نعم يعني ما في السن مستحيل إذا وقع يطلع سن مكانه أو يعوض يعني حتى لو كنا مثلا بمرحلة اللي هي بناء الأسنان وبناء العظام هي عندي أنا تو ست سوف تيث إحنا بدنا نحكيهم اللي هو عندي في الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة ربنا ما أعطانا غيرهم نعم يعني ما في طعويض لشان هيك بحكي لكل الناس لكل مشاهدينا إنه لأ يجب الاعتناع بالأسنان قد ما بدروا زي ما حكينا السن هذا هو نعمي أعطانيها ربنا كل ما حفزنا عليها أكتر كل ما إحنا استفدنا نعم طيب دكتور بدي أرجع كمان لموضوع تنظيف الأسنان والناس اللي هيك عندهم هوس الفم يعني فيه ناس بيكونوا بثير موسوسين ما بتحملوا إنه ممكن تكون ريحة تمهم مثلا طالعة أو إلى آخرهي فبستعملوا العلكة اللي هي علكة النعناع أو غيره يعني النعناع أو غيره فهاي العلكة عم نسمع يمكن كمان من خلال الدعايات وغيره إنه هي بتساعد على تنظيف الأسنان الأشخاص مثلا اللي بيكونوا بشتغلوا ما معاهم فشاية أسنان مجرد إنهم يعلكوا هالعلكة بتساعد على تنظيف الأسنان هي مش قصة بتساعد على تنظيف الأسنان أنا العلكة إذا بنا نحكي شو العملية اللي بتعملها هي مجرد لأنه فيها هذه الفليفرز وفيها هذه المنكات هي بتشيل حكينا جزء من الراحة لكن كعملية تنظيف شوي صعب أنه هي بتنظف الأسنان كل هالكوميرشالز هذه الشغلات بتحاول تسوق لمنتجاتها لكن من ناحية التنظيف للأسنان صعب التنظيف الأسنان بتم عن طريق فرشاية الأسنان هلأ اللثة فيه كمان إلها مضار على مستوى الفك إذا بدنا نحكي نعم أوكي هي بتزيل رائحة الفم لكن على مستوى الفك الأساسي اللي هو المفصل بعضم الوجه عملية العلك هذه زي ما حكينا ممكن تأدي اللي هي ممكن نسمع صوت كليكينج في بعض الناس بتلاقيهم بصير عندهم زي صوت تقطقة بتكون عثناء عملية الأكل هذه كلها من أحد أسبابها ومن أسباب الرئيسية لإلها هي مضغل العلكة طب العلكة في إلها تأثير سلبي على الأسنان يعني كترتها ممكن تأدي لتسويس الأسنان أو الأخير لا هلأ هي الوظيفة الوحيدة اللي بتعملها اللثة في إنه بحكي لك أنه هي عملية بتنظف الأسنان هي مش بتنظف الأسنان هي بتعمل عملية ترفع البي اتش من قبل البكتيريا عم بعملية التخمر بتكون كتير أصعب عليها هذه هي الوظيفة لكن كترتها زي ما حكينا بتضر على مستوى الفك نعم طب إيش في عادات مما أنه عم نقول الأساس هو باللثة يعني طول ما اللثتنا نضيفة وطول ما اللثتنا صحية أسنانه ما رايح يضرره فشو في عادات منقدر نعملها سواء يومية أو أسبوعية إلى آخره بتساعد على بقاية اللثة أنه ما يصيبها أي أمراض هلأ أول إشي أنا دائما برضو كمان كتير بركز على مرضاي عملية تفرش الأسنان هي أحد العادات الحسنة أنه إحنا ممكن نحكي يجب الالتزام فيها تاني إشي خيط الأسنان خيط الأسنان إحنا أغلبنا بهمله خيط الأسنان هو بيغطين لي تقريبا بشكل يومي لازم يكون لأنه بيغطي لي 40% 100% أتليست في أقل إحنا أنا بحكي لك وأنا منضمن الناس الكتير من نتكاسل من عملية الفلوسنج أو عملية خيط الأسنان هلأ 40% من سطح السن بيكون تغطايته عن طريق خيط الأسنان في ناس بيستغرب أنه 40% طبعا إذا بدنا ناخد شكل السن هو شكله مكعب فالمنطقة العلوية ومنطقتين جانبيات ومنطقة مامية ومنطقة خلفية فإحنا بنحكي هون عن خمسة وجوه كل وجه 20% إحنا بفي سطحين الجانبيين اللي بجانب الأسنان هاي 40% من سطح السن إحنا ما بتم تغطيطه عن طريق فرشاية الأسنان فإذا منستعمل خيط الأسنان بشكل ممتاز هذه بتقلل إلى من تراكم البلاك من تراكم الجير من تراكم تكلسات حوالين الأسنان بالإضافة مراجعة الدكتور الأسنان من 3 إلى 6 شهر كتير بهمنا اختيار الفرشاية الأسنان الصح يعني كتير إحنا بشوف كتير مرضاي بيختاروا اللي هي السترونج إحنا بسميها أو اللي هي بتكون هارد مش كل ما كانت هارد أو كل ما كانت فرشاية الأسنان يابسة معناته هي بتشيل أو بتنظف زيادة لا في بعض الناس عندهم أصلا للتح الساسة فأحكي لهم يستعملوا اللي هي فرشاية الأسنان اللي هي الصوفت أو الميديوم في أغلب الحالات اللي هي الميديوم هي أفضل إشياء وملائمة لجميع الناس الهارد لا بتكون عمليتها ميكانيكية بشكل قاسي ممكن تأدي اللي هي لتراجع وانسحها باللثة زي ما حكي اللي بفرشوا أسنانهم زيادة يعني اللي لزوم نعم طب تغيير الفرشاية فرشاية الأسنان يعني تخلص منها ويعني إحضار واحدة جديدة قديش كل قدين غير الفرشاية حسب استعمالها اللي بستعمالها كتير بدي غيرها بشكل كتير بس هي تقريبا من شهرين أو حتى إحنا ممكن نتفرج على فرشاية الأسنان ندقق النظر فيها لما منشوفها بلشت أنه تفرش على الجوانب هذه معناته خلص لا بد من تغييرها نصيحة أخيرة بتحب تقدمها على الوقاية من سقوط الأسنان أو غيرها أنا كثير برجع بأكد عملية المحافظة على الأسنان هي عملية أساسية بتم بشغلة كتير بسيطة اللي هي تفرش الأسنان أو الفلوسينج أو مراجعة دكتور الأسنان بشكل دوري هي شغلات بسيطة ممكن إحنا نستعملها حتى نحافظ على أسناننا لأنه عملية تعويض الأسنان في كتير هلا صحيح أنه نسهلت علينا عملية تعويض الأسنان أو الأسنان تجميليا لكن السن اللي يعطينا يا ربنا هو أحسن سن أو أحسن زرعة ممكن أن الواحد يكون يحافظ عليها طبعا نحافظ عليها أدنى من نقدر أنا بنهاية دي أتشكرك شكرا إليك دكتور عدين نجداوية أخصائي تجميل وزراعة الأسنان شكرا إليك ويعطيك العافية شكرا إليك